شيرين دي أكبر غلطة أنا جلطة في حياتي وأنا قصدمت فيها صدمة عمري تسجيل صوتي مسرب لحسام حبيب شيرين عبد الوهاب أكبر غلطة بحياتي أرجل وأنضف بكتير من أني أنفي أنفي ليه ولا أكد ليه لا تزال تداعيات أكبر أزمة تمر بها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مستمرة وسط غمود وتضارب في الأنباء على الرغم من عدة توضيحات أدلت بها عائلتها وبعد توالي التصريحات حول حالتها الصحية والنفسية السيئة تم تسريب محادثة هاتفية لزوجها السابق حسام حبيب يعتبر فيه أن علاقته بشيرين كانت أكبر أخطاء حياته كما شدد على الصدمة الكبيرة التي تعرض لها نتيجة هذه العلاقة مؤكدا أنه سيمسح اسمها من ذاكدته وفي التسجيل الذي تداولته المواقع الأعلامية ومتابع مواقع التواصل الاجتماعي أكد حبيب أنه لا يرغب برؤية صاحبة أغنيات آهياليل أو سماع أي شيء عنها كذلك طالبها بنسيان وجوده في حياتها تماما كما سيمحي وجودها وعلم أن توتر حبيب وخوفه نابع من قرار سمير صبري وتقديمه بلاغا يقتضي بخضوع حبيب لتحليل المخدرات للتأكد من اتهامات الأهل له والشيرين بتعاطيهما المخدرات سويا وحسب ما بان عليه فيبدو أن الادعاءات صحيحة وسيقع في ورطة ولا عادي أشوفها في حياتي تاني تنسى أني عرفت واحد اسم حسن في حياتها ومن اللحظة دي ما عرفش حد بالاسم داني وأتت هذه التطورات بعد أزمة كبيرة دلعت خلال اليومين الماضيين فجلتها عائلة الفنانة عقب أن فيها تعرضها لإصابة في الرباط الصليبي والأعلان عن احتجازها داخل مستشفى للعلاج من الإدمان